يرد كله بالأباء للأبناء فدي مش علاقة سهلة الوصية الخامسة احنا بنكسرها كده طول الوقت واحنا مش مدركين يعني لو فيه أهل بيتدخلوا في حياة ولادهم المتجوزين بصورة مكسفة قوي في أنهم دايما عايزين يأخذوا لهم القرار ايه رأيك ده هيبقى يعني ايه الحل النوم يعني الأولاد يوقفوا والديهم في أنهم ما يتدخلوش في حياتهم طبعاً محتاج حكمة كبيرة قوي في القصة دي لأنه الكتاب من جهة بيقول اكرم أباك وأمك ومن جهة تاني بيقول في الجواز أنت بتنفصل عنهم فبتنفصل عنهم من هما مش مصدر الدخل الرئيسي هما مش مصدر توجيه الرئيسي لكن في نفس الوقت ينفع أخذ مشورته يعني أنا مثلاً والدي شاطر جداً في الأرقام فأي حاجة في حياتي فيه أرقام هو أول حد بياخد رأيه واحنا اتنقشنا كتير والموضوع خد وقت لغاية ما بقنا فاهمين هو أن أنا فعلاً محتاج مساعدته وهو دلوقتي كمان بيشجعني أني أخد بعض القرارات أنا بنفسي في موضوع الفلوس فأنا شايف محتاج نحط حدود بدون ما نكسر وصية اكرم أباك وأمك أن أنا عايز أكرمهم وفي نفس الوقت وأنا متمسك بمبدأ يترك الرجل أباك وأمك ودوت الزوج والزوجة محتاجين يعملوه كل واحد لأهل بيته ومحتاجين نبقى حسسين قوي عشان أهل البيت ممكن بسهولة يحسوا أننا ربناك وأنتو مش عايزين تسمعوا كلامنا وكذا فمحتاجين نبقى حسسين جداً نصلي الأمر كتير محتاجة شوية تدريب يعني طبعاً طبعاً ودي حاجة أنا عايز أقول محتاجة تدريب ومحتاجة نعمة كبيرة من الرب كتاب يتكلم كتير قوي على فكرة قلوب الأباء والأبناء إزاي دايماً فيها احتكاك يحنى المعمدان وصف لكل خدمته وأحد الأوصاف يرد قلوب الأباء للأبناء فدي مش علاقة سهلة الوصية الخامسة احنا بنكسرها كده طول الوقت واحنا مش مدركين والأباء سعب بيغيزوا أولادهم فلو أنا ابن محتاج باستمرار أفكر في الوصية دي تعرفين واحدة من الحاجات اللي ساعدتني قوي تفكير رب المجد يسوع وهو على الصليب وهو بيفكر في مريم ده بالنسبة ليك أنا غريب جد إنه هو في كمة الألم مش نايم طول الليل بيتعير اتجلد وعلى الصليب بيفكر في أمه إحنا لو إحنا في الموقف دوت أول حاجة نفكر فيها نفسنا فمثال المسيح والقوة اللي المسيح ممكن يديها هي المعنى الوحيدة لنا إزاي نعمل الاتزان دوت يعني مين يصنع القرارات؟ الاثنين الاثنين بخضوع لكلمة الرب في المقام الأول وللمرة المليون ده مش معناه إنه مفيش تشارك في القراء لو فيه دي مش خطية وإحنا مش عارفين نقرر أو إحنا مختلفين نشايف المرأة ينفع تكسب الرجل بالخضوع والراجل ينفع يقدم محبة عميقة للمرأة حتى لو هو بيأخذ قرار مش أكتر حاجة كان على هواه أمين أمين شكرا شكرا رواق き